السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مزالس التفسير اليسير أسأل الله تعالى أن يفقه نبيه وإياكم في ديننا وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم اللهم أمين مع تفسير بعض الآيات من صورة النساء من قول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا في آيات تلت هذه الآيات المباركة قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ليس المعنى أننا نذهب إلى كل من نظنه منافقا نقول له أبشر بالعذاب الأليم لما هذا تبشير على الإجمال على الإجمال بدون تسمية لأننا لا نعلم من الذي سيختم له بخير ومن الذي سيختم له بالشر ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض لعن الله النمصة والمتنمصة عذاب على وجه الإجمال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بينا من قبل أن النفاق على قسمين النفاق عمل والنفاق اعتقاد نفاق العمل من أمثلة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غذر وإذا أتمن خال أما نفاق الاعتقاد أن يكن الكفر في قلبي ويظهر بلسانه الإيمان بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أي موجعا ما صفاتهم والسبب الذي من أجله بشر بالعذاب قالت على الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فلا ينبغي لك أيها المسلم أن توالي شخصا كافرا وأن تؤذره وأن تناصره على إخوانك المسلمين وأن توادده على حساب دينك أبدا انتبه أيها المسلم فإن الله وصف المنافقين الذين لهم عذاب أليم بقوله أو وصف أعمالهم بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقد قالت علي أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهدا في سبيلي وابتغاء مرضاتي الآيات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصر أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا عدينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا عدينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا عدينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآيات قال تعالى وقد نزل عليكم بين ربنا سبحانه وتعالى أن أهل النفاق يتخذون الكفار أولياء طلبا للتعزز بهم قال تعالى يبتغون عندهم العزة فمن كان هذا فهم فهو فهم خاطئ فالعزة لله جميعا هو الذي يعزه هو الذي يزله هو الذي يكرمه هو الذي يهين سبحانه وتعالى وقد قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء كيف يوجه قوله تعالى فإن العزة لله جميعا مع قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فنقول أن العزة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعزة التي للمؤمنين ما كانت إلا بأعزاز الله تعالى لهم جميعا ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن المنزل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره عندنا منهج في التفسير من طريقة أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن فقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ما هذا الذي نزله الله علينا في الكتاب الآية هي قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره من سورة الأنعام وإما انسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما انسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فهذه الآية التي نحن بصددها وقد نزل عليكم في الكتاب هذا الذي نزله في الكتاب هو قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا قدروا أن نسيت أو أنساك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هنا وقفة ولا بد منها وهي أننا كمسلمين عبيد لله سبحانه نحن عبيد لله ونفخر أن نكون عبيدا لله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على أن نكون عبيدا له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فنحن عبيد لله ومن شأن العبد أن يطيع سيده فمن شأننا أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا عز وجل ولا نقدم قولا على قوله ولا رأينا على رأيه سبحانه وتعالى ولا اختيارا على اختياره عز وجل فأقول ليس لنا أن نجالس من شئنا ولا أن نجلس في أي موط شئنا وليس لنا أن نتكلم بما شئنا وليس لنا أن ننظر إلى ما شئنا فلا ننظر إلا إلى الحلال الذي أحله الله لنا فالذي أحل الله لنا النظر إليه نظرنا إليه وإلا لو هناك منظر محرم لا يحل لي النظر إليه إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤول ليس من حقي أن أتكلم بالذي أشاء إذا كان لغوا أو فسقا أو زورا ليس لي من حق أن أتكلم به وإنما أنا عبد كلام الذي يرضي الله وأباح الله لي أن أتكلم به أتكلم به وهذا من مضمين إسلامنا فلسنا بليبراليين الذين يقولوا قائلهم أن تحر ما لم تضر وليس ولسنا بعلمانيين الذين يقولون إننا أعنيهم يقولون عن أنفسهم إن الدين اختصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج لسنا بليبراليين ولسنا بألمانيين ولسنا بديمقراطيين الذين يقولون إن الحكم للشعب بل نحن نقول إن الحكم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى فليس لنا أن نجالس من شئنا إذا وجدنا مجالس فيها هجوم على الدين إما أن ندافع عن ديننا إذا وجدنا مجالس فيها خوض في الدين وسخرية بآيات الله نترك هذه المجالس ونبتعد عنها ونجلس مع أهل الفضل ومع أهل الصلاح ليس من حقنا وليس لنا أن نجالس من يسبون ديننا ويطعنون في ديننا ويستخفون بآيات الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين نترك هذه المجالس مجالس الباطل قد قال تعالى الذين هم عن لغو موردون وقالوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون ولكم أعملوكم سلام عليكم لن نبتغي الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كراما هذا شأننا لأن الجليس يؤثر في جليسه وقد تأتي كلمة تلوث علي ذيني ووجود إقرار لهم وقد قال تعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص البلاء والعذاب لا ينزل فقط على الخائضين في آيات الله بل ينزل على أيضا على من صاحبهم فلنكم من هذا على حذر ولنصادق الصالحين ليس من حقي أن أصادق من شيء إنما أصادق أهل الفضل وأهل الصلاح الذين يعينوننا على أوامر الله والامتسال لها ويعينوننا على اجتناب ما نهان الله تعالى عنه لا يخفى عليكم أننا جميعا نوقن بأن الصديق يؤثر في صديقه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا فإلزمنا أيها الإخوة أن ننظر من نصادق من نخالل أهل الإيمان إذا جالستهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربي في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم وله قد غفرت في الحديث الطويل المعروف الثابت الصحيح هم القوم لا يشقى بهم جلسهم ولا تغف عليكم مقولة الإمام الشافع المنسوبة إليه حب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة والأبيعة الطويلة المعروفة في هذا الصدد رحم الله تعالى الإمام الشافعي إن الجليسة الصالحة يؤثر في جليسة حتى الكافر يتأثر بالمؤمن يتأثر بالمؤمن وإن بقي على كفره أيضا فهو يتأثر بالمؤمن في أخلاقه ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين الأعراب أشد كفرا ونفاقا ما معنى الأعراب سكان البوادي كفرهم أشد كفرا من كفار أهل المدينة وإن اجتمعوا في الكفر ومنافق الأعراب أشد نفاقا من منافق أهل المدينة لماذا؟ وإن كان كلهم شريرون لأن الكفار من أهل المدينة ومنافقون من أهل المدينة جلسوا الرسول وأصحاب الرسول فلما جلسوا الرسول وأصحاب الرسول أخذوا من أخلاقهم وإن كانوا يبطنون الكفر لكن تخلقوا بأخلاقهم أما أولئ الذين في البوادي فجمعوا بين الكفر والجاهل والغباء عياذا بالله من ذلك فالجليس يؤثر في جليسه كما هو معلوم وكما هو مفهوم فعلينا أن نحرص حتى مجلسة الدواب يقول ابن القيم رحمه الله أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقت وأكلت الترك لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة وأكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياثة حتى للجليس يؤثر في جليسه فإياك أن تجالس أهل الظلم أهل الشر وأهل الفساد واذا ذهبت إلى السجون ونظرت فيها من الذي أوضعك هذا السجن يا بني أو يا فلان يا فلان في أكثر الأحوال يقول يا ذنب الله صديق سيء جرني إلى هذه المهالك يا ذنب الله من ذلك قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن جالستموهم وأقررتموهم على بجلوسكم فأنتم مثلهم أي مثلهم في هذا الفعل ولم تكونوا كفارا لكن مثلهم في هذا الفعل وعليكم آسام جلوسكم معهم قال تعالى إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فمنافق الذي يجالس أهل الكفر ويسمعهم يسبون في آيات الله وفي القرآن أيها ذنب الله وهو جالس لا يغيره ولا يحركه ساكنا أيها ذنب الله من ذلك كان بإمكانك أن تقوم قم وأن فضعنا هذه المجالس السيئة يا أهل الإسلام لسنا بأحرار نجالس من شئنا إنما نحن عبيد لله نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى قال تعالى والله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم ينتظرون حلول المصائب بكم فالتربص الانتظار ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشفرين وعشرة أي أنتظرنا ممتنعات عن الزينة وعن ما يدعو إلى النكاح أربعة أشفرين وعشرة وتربصنا يمتنعنا من الخطبة حتى تنقضي أربعة أشفرين وعشرة الذين يتربصون بكم ينتظرون حلول المصائب بكم كما قال الشعار وإن كنت لا أحب الاستدلال في الغالب إلا بكلام الله وكلام رسوله لكن قد تعد الحاجة إلى ذلك يقول الشعار تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها لكن كلام الله أولى الذين يتربصون بكم ينتظرون حلول المصائب بكم فإن كان لكم يا أهل الإسلام فتح من الله فتح الله عليكم بلدة وغنمتم غنائمة قالوا ألم نكن معكم يريدون مشاركة في الغنيمة التي أصابها أهل الإسلام وإن كان للكافرين نصيب إذا قدر الله سبحانه أن يكون الكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم ألم نستحوذ عليكم ألم نستحوذ عليكم نحيط بكم ونمنعكم من المؤمنين ألم نستحوذ عليكم ونقدم لكم النص ونقدم ونقدم يعني هم مذبذبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه فأهل النفاق يجلسون متربصين لا يباشرون قتالا في الغالب لكن ينتظرون إذا المسلمون انتصروا قالوا ألم نكن معكم نحن مسلمون نقول لا إله إلا الله بألسنتنا نقول لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله فأعطونا من الغنائم وإن كان الكافرين نصيب ذهبوا الكفار قالوا ألم نستحوذ عليكم الاستحوذ على الشيء اللي أحاط به فهذا من معنى الاستحوذ استحوذ عليهم الشيطان فأنسوا من ذكر الله ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نحن صبطنا المؤمنين عنكم قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا قد يقول قائل كيف وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا كيف وأحياناً الكفار يصيبون من المسلمين ويقتلون من المسلمين فكيف ذلك هذا يبني على أمور والعلماء في عدة التوجيهات الأول ورد عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح في تفسير قوله تعالى ودفع هذا الإشكال الذي قد يتصرب إلى البعض فيقول كيف يقال وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنَ سَبِيلًا وَالْكُفَّارِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ يُقَتِلُونَ مِنَ المسلمين ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال إن ذلك يوم القيامة لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ويوم القيامة لن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا يوم القيامة فلن يقول أهل الكفر الإيمان ها أنتم عزبتم مثلنا لا لن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا يوم القيامة فأذا رأيه علي رضي الله عنه وستدل بسياق الآية الكريمة فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا يلومونهم فيه يوم القيامة بل المؤمنين يقول نحن أدينا إليكم النصح نصحنا لكم وجهدناكم كي تسلموا فمن ثمة قطع حجز الكفار فلا يكن لهم سبيل على أهل الإيمان ولم يكن لهم تسريب على أهل الإيمان ولا تعيير ولا توبيق ولا شمات في أهل الإيمان هذا الوجه الأول في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا أن ذلك هوم القيامة والوجه الثاني مختاره بعض العلماء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا بالحجة فحجة الكفار دائما ضحدة حجة الكفار دائما باطلة فلن يغلب المؤمن بالحجة وجه ثالث ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا فهم إن نالوا من المسلمين في بعض البلاد لكن لن يجعل الله لهم على الممن سبيلا في عموم الأرض بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضر من خلفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذه أقوى الأقوال في هذا الباب قيل سبيلا بالحجة وقيل أن ذلك يوم القيامة وقيلهم إن تصلطوا على المسلمين في بعض البلاد لن يستطيعوا أن يبيدوا أهل الإسلام من الأرض خاطبة وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني وحيدا سألت ربي ألا يصلط عليهم عدوا من غريم فيستبيح بيضتهم فأعطنيها وهذا يعنى به عموم الأمة فلم تبد أمة محمد ما زال فيها الصالحون وينقدر الله على بعض ما قدر في بلدة فالحمد لله دين الله يعلو والأيام دول يدولها الله بين الناس قال تعالى هناك وجون أخر في تفسير قوله سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سبيلا لهم ووضح معنى بعض المعاني في هذا الصدد قال الله تعالى في شأن النساء على سبيل المثال فإن أطانكم فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يعني إذا زوجتك أطاعتك أيها المؤمن فلا تلتمس العلال الباردة لعقبها يعني زوجة مطيعة هي مطيعة لك أصل حياتها مطيعة لك في المعروف فهناك رجل يكره زوجته ويريد أن يصدر منها أي فعل حتى يتخذه زريعة لضربها ولإياناتها فإلتمس العلال الباردة السمجة فقل لماذا العنكبوت في الصخف ويضرب لماذا ما أعددت كذا ويضرب فالله قال فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لا تلتمسوا الألال لإلحاق الأذى بهم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا فيه الوجوه المذكورة التي ذكرت وثم توجوه أخر ثم قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بهذا القدر أشتزئ حمد الرب مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم شاكرا لأنعم الله سبحانه سئلني الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن أجعلها منارة خير وبركة ورجد على الإسلام والمسلمين فكم نفع الله تعالى بهذه القناة كم بث منها من كلام لله وكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم نشر فيها من الخير كم حدث فيها من تذكير بالله وآياته فأسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أصحابها أن يحفظها كمنارة علم تبث قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهدي بها أهل الإيمان بل وأن يهدي الله بها أهل الضلال وأن يوفق الله بها بين قلوب أهل الإيمان وأن يجعلها قناة منيرة مستنيرة يقول الدعاة فيها بكلام ربيهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم شكر الله سبحانه لإخوان أصحاب ذي القناة قناتهم وجعلها على الدوام منورة خير ورجد وبركة على الإسلام والمسلمين جزى الله أيضا العاملين فيها خير الجزاء وجزى الله الدعاة فيها خير الجزاء وجزى الله المشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء فهي جليس طيب جليس طيب لمن أراد جليسا طيبا من القنوات أسأل الله أن يبرك فيها وفي أصحابها في ختام المجلس أذكروا نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه فنحن في الأشهر الحرم والله قال فلا تظلموا في أنفسكم أذكروا نفسي وإخواني كذلك بالاجتهاد في العمل الصالح والدعاء لعل الله أن يكشف ما بالمسلمين من ضر اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين وأن يصلح أحوال هذه البلاد وبلاد المسلمين وأن يأبى المسيئين منها للمحسنين اللهم أصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام وفك أسر أسيرهم واجبر خاطر مكسورهم يا رب العالمين اللهم أشفي مرضانا وبرد المسلمين واجمع كلمة المسلمين على الإيمان والتقى يا رب العالمين وارحمه وتانا وموت المسلمين وادي قادة هذه البلاد العمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر